اللي صار معانا كالآتي في البداية انه البنت تعبت اول يوم وودوها ع مستشفى البشير مستشفى البشير شخصوا الحالة انها التهاب المسالك البولية وروحوها على البيت تاني مرة تعبت بزيادة وودوها كمان مرة ع مستشفى البشير وحكو لها انه عندك التهاب الامعاء وبرضو نص العملية روحوها على البيت هلأ تالت يوم وديناها ع دكتور خاص دكتور الخاص نفسه اعطاها ورقة انه البنت معاها زايدة هلأ امها اخذت الورقة وطلعت للدكتور قالت له انه هي ورقة من الدكتور خاص ما اهتم مولها وديناها كمان دكتور خاص اخذنا كمان ورقة منه وديناها للمستشفى برضو نفس العملية ما اهتم مولها للبيت قعدت اربع ساعات خمس ساعات وهي مرمية واكفة بالكاردور وعم بتسرخ بطني بطني مصريني مصريني ولا دكتور مهتم فيها نهائيا وهي البنت قاعدة في ممر يعني ما بدا اوصف لك قديش فيك الناس ولا دكتور مهتم لأي شخص نهائيا لما اجت ممرضة وشخصت الحالة تاعت البنت مية بالمية فاجت دكتور قالها انه انتي استثني الزايدة فقالت له كيف انا استثني الزايدة وهي موجودة عندها يعني فاخذوا البنت صوروها طبعا هي ما خبرت ما خبرتنا انه الزايدة عندها من فجرة لا حكوا مع بعض الأطباء باللغة تاعتهم يعني ودخلوها على غرفة العمليات الآن بغرفة العمليات عملت العملية وخلصت الدكتور ما بدي احكي عنه دكتور لانه هذا جمالا مش دكتور اصلا حرام يكون او يحمل مزاولة مهني لما عمل العملية ما شال الله مسلم محمد الزايد اللي جوه والغزات والقيح والهدى شال الزايدة وسكر الجروح وحطها على التخط طبعا بطنها انتفخ فامها بتسأل الدكتور بتقول له بطنها نافخ كتير يعني ايش المشكلة فبقولها عادي انه اي عملية زايدة البطن بنتفخ من اثر العملية من الغزات اللي موجودة داخل البطن فهاي ما بتروح الا لما تمشي الطفلة طب طفلة عاملة عملية انت كيف بدك تمشيها عشان تطلع الغزات اللي في البطن كيف انت دكتور بزبط هذا الحكي بعدين انت دكتور وجراح يعني بتعرف زايد انفجرات عملة تلوث بالدم انت ببروتوكول طبي معروف بكافة انحاء العالم يعني انت لما زايدة بتنفجر بصير تسمم بالدم انت ما بتسحب عينتين دم وبالضخ مكانهم عين الدم على سبيل المثال واسأل اي طبيب بشرح لك الحالة هاي كاملة صار ما حتسمم دم انت ما بتعالجها من تسمم الدم طب ما بتشلها القيح اللي صار جوه من الزايدة ما خلاص قطبت لها الجروح وقلت لها الله معاكي هذا مش دكتور هاي مش صرح طبي كبير عنا في عمان اللي يعملوا في طفلة زي هيك هلا لو زلم كبير ممكن اقول لك اه والله انه يعني بده يزيد بوجعه عشان ارتاح شوي بس هاي طفلة ما بتكذب بالمرة هاي طفلة ما بتكذب لما بتقول لك انا تعباني تعباني انتو المفرد انو انو دكاترا ودرسين ومتعينين بصراحة تب كبير انتو بتشوفوا المريض قدامكم بتوجع وبتألم وبتقعدوا اربع ساعات وخمس ساعات بتشخصوا بحاله لما نجيب لك ورقة من دكتور انو بنت عندها زايدة شو بتستنى لما انفجرت الزايدة وماتت البنت رحنا طبعا لمدير المستشفى بالبداية رحنا لمدير المستشفى والله بقولوا لنا عنده اجتماع انا بنتي ومريضة اهم من اجتماعك مين مكان يكون اللي عندك مين مكان الشخص الشخص اللي عندك عايش بتأجل اجتماعه لبعد ساعة لبعد ساعتين بس ما بتأجل بنت عمره خمس سنين ما بتعرف اشي بالدنيا على واجع زي هيك الاجراء انو قدمنا الشكلة المدعي العام وهيهم مشيين فيها طلبنا صورة عن تقرير الطبيب الشرعي رفضوا يعطوني ايا انا كوالد البنت ولي امرها رفضوا يعطوني تقرير ليش ما بعرف رحت للطوارئ قلنا لهم بدنا اخر صورة عملتوها للبنت لما عطيتهم الرقم الوطني تاعة البنت الصفحة متبلكة صفحة البنت كل يوم دخلت فيها على المستشفى من تاريخ اثنين تسعة لتاريخ ستة تسعة متوفت ولا اي معلومة عليها انا بحمل بحمل مدير المستشفى اول المسئولية الاولى مدير المستشفى نفسه انا بحمله المسئولية الاولى وبعدين الكادر الطبي اللي كان اه ما يستقبل البنت وما يعالجها وبالدكتور اللي عمل العملية ودخلها على غرفة العمليات قاعدت خمس ساعات بغرفة عمليات ساعة ونصف عملية وخمس ساعات او اربع ساعات متوفي البنت جوا وهم مش هدين يطلوا يحكونا قالوا انا اطلع لك اياها على تنفس اصطناعي وبدأ وديلك اياها على السيسيو طب انت كمريض انت عفوا كدكتور وجراح بخلق خلقها انا بعمل المستحيل عشان انا نعيش طفلة واعيدها للحياة مش اني انا احطها بغرفة عمليات اربع ساعات وبستلنا لايفضى تاخت بالسيسيو كيف يعني لما طلعنا على السيسيو والله هي البنت اللي جواب تقولي انا البنت وصلاني متوفية